ترجمة نانسي قنقر أمام المحطات الكهرباء ما شاء الله عليه اللهم لا حسد وبذات أيام الامتحانات الطلاب يسمعوا من طلب العلا شهر الليالي بس لسان حالهم في اليمن يقول كيف العلا في الليلة الظلمائي أكيد كلكم منتظرين كأس العالم حدث يحدث كل أربع سنوات بس نحن عندنا في اليمن في حدث يحدث كل أربع سنوات أنتم عارفين شو الديزة ولا البتولي ارتفع مصانعنا الوطنية تعتمد في تشغيلها على الديزل وكلما ارتفعت الديزل كلما ارتفعت الكلفة التشغيلية للمصانع وبالتالي من الطبيعة ترتفع على المنتجات وهذا يسبب معاناة المواطن بس أنا معي يحل ذلك عارفين شو؟ الطحالب الطحالب اللي تتضبلط باليد اللي عندما يدخل السباح يتحس منه أيها نستطيع أن ننتج طاقة من الطحالب صح أنه كان في حل قبل ذلك قبل الطحالب في حل أنه ينتجوا طاقة من قصب السكر أو ينتجوا طاقة من حبوب القمح أو ينتجوا طاقة من زيوت النباتية بس بالله عليكم أجل من الناس السكر حقهم والقمح والزيوت وأنتج مننا طاقة لذلك البديل الأفضل هو الطاقة من الطحالب يسألوا ليش الطحالب؟ الطحالب من أسرع النباتات نمواً في العالم يعني تنمو في اليوم تضاعف في اليوم ثلاث مرات أستطيع زراعتها في مياه مالحة مياه البحار أو مياه عذّة أيضاً تحل لنا مشكلة هامة وهي اللي تواقه البشرية ظاهرة الاحتباس الحراري عند نمو الطحالب تأخذ ثاني أكسيد الكربون وتعطي لنا الأكسجين وهذا يمثل حل أمثال لذلك سألت نفسي ليش ما كونش أنا أنتج طاقة من الطحالب؟ ما دم هذا الشيء مطبق في أمريكا وفي ألمانيا قال الله في كتاب العزيز الذي قعلكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون عزمت الأمر لنا أنتج طاقة من الطحالب طبعاً واقحنا كثير من الاستهزاءات اللي سمانا يا مسترطح لوب واللي قال لي ما بتقدرش تعمال لكن هذا الكلام قابل لطاقة إننا ننفذ وأعمال ما دم فيه إرادة ما فيش حق اسمي مستحيل يستطيع اليمني أن يشعل ويشعل الابداع طلعت لا قبل صغير قمع الطحالب رحت لا المخاء وقمع الطحالب ونزلت لاحظ رمض والحمد لله بدينا في استخلاص الزيت زيت الطحالب في البداية أنا وزملائي وصلنا إلى خمسين تقربة فاشلة زملائي قال لي يا مسترطح لوب كمّل لحالك شكلاً ما بنقدرش نطلع على الزيت طبعاً أنا مستسلمتش قلت للمفوض ما موقفش له هنا ما دم بديته بحاجة ضرورة يكمله رحت أبحث في مراقع ودخل النيت وأبحث وقرب درقة جديدة في استخلاص الزيت والحمد لله استطعت أننا استخلص الزيت من الطحالب هذا النقاح قابل لفرصة وقوة وعزيمة أننا أكمل ما بدت فيه بس كانت المرحلة الثانية أصعب من المرحلة الأولى وهي تنقية الزيت الزيت كان يحتوي على سكريات وبروتينات وصبغة كلوروفيل أحتاج إلى ثلاث مراحل لكي أنقل الزيت لم يكن لدي المواد أن أستخدم هذه الثلاث المراحل لكن الحمد لله أصبحت هذه النقطة أهم ما يميز البحث استطعت أننا نقل الزيت بدل من ثلاث مراحل بمرحلة واحدة وهذا الزيت من الطحالب بدت في المرحلة الثالثة وهي تحويل الزيت إلى الديزل عن طريق معادلة كيميائية شهيرة تم معادلة الأسترة وطلعت الزيت والحمد لله أخذت الزيت رحت فحصته طلع مطابق والمواصفات العالمية للديزل الحيوي أخذت الديزل هذا ونزلت إلى وسط القامعة وعملت ندوة علمية وقبت عميدة الكلية ودكاترة القسم وزملائي اللي كانوا يستهزوا في بي طبعاً قبت مولة كهربائي إلى وسط القامعة وشغلت أول مولة كهربائي بالشرق الأوسط من الديزل الحيوي من الطحالب بالنسبة لي كان ذلك نقاح كبير بس عندي النقاح الحقيقي عندما أرى ذلك يغير في واقع الناس يرفع من معاناة الناس عزمت الأمر وصممت وقمت على تصميم محطة تنتج كمية كبيرة من الديزل أعملت تصميم لموازنة المادة أحتاج 200 طن من الطحالب لأنتج منه 50 طن من الديزل يعني 65 ألف لتر تقريباً علشان أنتج هذا الطحالب أحتاج إلى 23 هكتار مساحة أرض لكي أزرع الطحالب وعملت دراسة لكلفة الاقتصادية سعر اللتر الديزل من الطحالب سيكون في السوق المحلية الدراسة الاقتصادية تمت على حسب المواصفات الدولية وليشة المحلية سيكون شعره 130 ريال صح أنه الآن أرفع من الديزل العادي بس أهم ما يميزه أنه هذا شعره ثابت لا يكون كل 4 سنين ارتفع أو كل 5 سنين ارتفع وعلى العكس كلما تقدمت الدراسات كلما طلعت دراسة يكون كلفة إنتاجه أقل وهذا يعطي ميزة للديزل من الطحالب بس أكثر سؤال واقعنا عارفين أيش منين بتقيب الطحالب يا مصر طحلوب من فين بتقيب الكمية كله زراعة الطحالب تتم بطريقتين طريقة برك مفتوحة أو طريقة مفاعلة الضوئية وهي الطريقة الحديثة بس فين عندنا حاجة يمكننا استغلها هنا في اليمن معالقة الصرف الصحي مياه الصرف الصحي بتقولوا قننت وما حد راجعنا لا ما فيش حياة في العلم وما فيش سقف في العلم والإنجاز الحقيقي إنك تحول شيء ما يستفيد منه الناس ويسبب أذى الناس وتحوله إلى شيء الناس يستفيدوا منه عملت دراسة على محطة المعالقة لمحافظة الحديدة في آخر مرحلة من مياه الصرف الصحي تسمى مرحلة الإنضاق تلمط طحالب من نفسه وبكمية تقارية ومحتوى زيتي عالي يصل إلى 50% للطحالب 50% من وزن الطحالب يصل المحتوى الزيتي فيه أعرفين كم أقدر أنتق من محطة الحديدة طبعاً مساحة بركة الإنضاق 65 ألف متر مربع أستطيع أنتق مني 90 ألف لتر ديزل يومياً لابد ندرك أنه هناك فيه مشكلة بالطاقة والمشكلة مش محلية مشكلة عالمية لذلك بدأ العالم في البحث عن طرق أخرى لإنتاج الطاقة وهذا ما تبينه الأرقام في 2010 فقط وصل الاستثمار في الطاقة البديلة إلى 254 مليار دولار في وطننا العربي في 2010 كان مليار و 300 مليون بس أنا لو سألتكم كلكم هل تتوقعوا في استثمارات في الطاقة البديلة في اليمن؟ أغلبكم بيقول لا في بدأنا نخطو الخطوة الصحيحة نحرف على المعاناة عن الناس في المغاء الآن يتم الشغل على إنتاج الطاقة الكهربائية من محطة الرياح وفي صنعاء يتم الآن الشغل على إنتاج الغاز الحيوي من محطة الصرف الصحي أنا أحدثكم والأمل يملأني أن اليمن ستكون تملك عدة مصادر في الطاقة البديلة ليس بالطاقة من التحالف فقط في تعج في 2012 تم تشغيل مولة كهربائي من مخلفات الزيوت وفي تعج أيضا تم تشغيل مولة كهربائي من طاقة الهيدروجين لذلك أنا أحدثكم كل ثقة ويقين بأن تعج ستكون الطاقة المتقددة في اليمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر